هنروح للأولمبية المصرية بقيادة طبعا المهندس هشام حطب أصدر القرار باعتماد اللجنة المؤقتة اللي بدير الاتحاد كورة اليد هفكركم تاني اتحاد الدولي لكورة اليد برئاسة طبعا دكتور حسن مصطفى كان أصدر قرار بحل الاتحاد الأديم وتعيين لجنة مؤقتة لتأسير شؤون الاتحاد حتى الانتخابات القادمة وهي كالآتي السيد الأستاذ الدكتور محمد السيد الأمين رئيس اللجنة السيد المحاسب نبيل إبراهيم محمد خشب أمين صندوق السيد المحاسب مؤمن صفى عضو اللجنة السيد الدكتور محمود العدل عضو اللجنة السيد الأستاذ عبدو عبد الوهاب عضو اللجنة السيد الأستاذ مع عمر فتحي حسن السيد عضو اللجنة السيد المهندس عاصم عبد التواب أيضا عضو اللجنة السيد الأستاذ أيمن صلاح عبد الحميد عضو اللجنة اللجنة طبعا تم اعتمادها بقرار من لجنة يومبيا وقرار قدام حضراتكم أهو واللجنة دي هتسار الأعمال لحين إجراء انتخابات جديدة بإذن الله بعد الدورة اللي هيشارك فيها منتخب مصر كل التوفيق طبعا اللجنة المؤقتة إن شاء الله وكل التوفيق ده لمنتخب مصر اللي هيشارك في أولمبياد توكيو القادمة